الحوار الوطني الحوار الوطني فعلا كله لصالح مصر السماع للإيجابيات والسلبيات مهم جدا الإيجابيات لتطورها والسلبيات لتعديل المصار فقدام الناس كلها قدام العالم كله انك انت بتقول ان احنا عندنا ايه إيجابي وانطوره عندنا ايه سلبي وازاي ان احنا نتلاف السلبيات دي دي كان اهم حاجة في الحوار الوطني من ساعة ما سيد رئيس الرياضة امن القومي وبدأ وزارة الشباب ورياضة والدكتور أشاف صبحي وزير الشباب ورياضة في نهك يعني ايه الرياضة امن القومي وبدأنا نشغل على الملف ده فيه طبعا ايجابيات حصلة في الفترة دي كبيرة جدا وفيه بعض الحاجات لو طورناها ان شاء الله هدفت جدا هتكلم الاول على اكبر ايجابيات ساعدت ان زي البطولة زي الاندية الافرقية دي والم بي اي وكده انه يجي مصر وفتح مكتب ام بي اي في مصر واقامة البطولات دي في مصر ده مش من فراغ ده من عدة حاجات اولا البنية التحتية والبنية الاساسية الرياضية اللي حصلة في مصر لم نشهدها من بعض كان عندنا صلاة كتير عندنا صلاة كتير لكن دلوقتي يعني دايما زي ما بقول ان الحاجة بتتعمل في مصر مرة واحدة يعني ايه مرة واحدة يعني مش بابني صالة وخلاص لا بابني صالة وانا عندي الابعاد الالتحادات المصرية والقرية والعربية والدولية لها مواصفات معينة المواصفات دي موجودة في الحاجة اللي بتحصل دلوقتي موجودة عندنا صلطين دلوقتي او ثلاث صلاة للعاصمة الادارية وحسن مصطفى وجورج العرب حاجة الناس لما جات اتوهمت بالصلاة دي بالتفاصيل بتاعتها في السلس نفسها مفيش حاجة بتطلب من اي جهة اللي موجودة لوصلها ودي كانت اهم حاجة بالنسبة لنا يعني اعتقد ان العالم كله او الناس ما بتيجي تتفرج القنف مصر لما تشوف الصالة وهي فيها جمهور افريقيا زي جمهور مصري بالمنظر اللي كنا فيه دا يعني ما اقول بطولة زي دي عملت ايه المصر لا عملت مصر في حتة تانية خلص دخلت المصر دخل اه there's a nice جدا من كل الليجون واتonte البطولة فدي للأساس التوصيات الأول أن دعم رياضة من خلال المؤسسات عمل قاعدة كبيرة جدا لمراكز تدريب لكل الألعاب على نطاق مصر كلها وليس محافظات معينة ودي احنا اشتغلنا فعلا فيها معروضات شراب رياضة ومشروع المؤهبة الرياضية ده عامل شغل كويس جدا لازم مشروع ده كمان يتطور كتر من كده وهيساعد كتير جدا على نشار الرياضة في كل البوع مصر ان احنا ما نسيبش اي حتة في مصر غير ما نختار منها المؤهبين بالاضافة ان الرياضة هتساعد شغل جدا على البعض عن اي شيء مش كويس وهتنمي فيه مروح الانتماء والولاء اقول لهم شكرا على هذا الحوار بالتوفيق يا رب احنا كلنا بنعمل من اجل مصر انتوا وضحتوا رؤية للناس كلها ان مفيش اي حاجة بتستخبع عن الشعب المصري وان احنا قادرين على مواجهة مشاكل هو بص احنا بنشغل على حاجتين يمكن نقول على الاستثمار في حاجة الاستثمار في الانسان هو اعلى استثمار فعشان استثمار الشباب بستثمار من هو لص صغير ان انا ببني بنية متكملة او يعني زي ما بنقول ان هو بناء شخصية متكملة وده اكتر شيء ممكن تؤثر فيه هي رياضة من خلال موارسة رياضة بيتم التنمية الشاملة المتكملة للانسان فهنا اصبح ان انا بنعب رياضة بنميه بمعمله تربية شاملة بيطلع شاب زي ما بنقول يعني متكامل للشخصية اقدر ان انا فعلا بقى انا استثمار تصح ومن هنا بمكن الشباب لان انا مش امكن شاب يعني نقصه اي حاجة في تكون الشخصية لا انا بكون شخصية الولد عشان يطلع شاب متكامل عشان يبقى فيه تمكين الشباب فعلا شاب متكامل يقدر ان هو يبقى قد المسئولية اللي انا احطى عليه منتظر من نوم الفكر يعني انا دايما بحب فكر الشباب فكر الشباب ان كان بعض يعني بيبقى عنده طمحات اكتر من الواقع الشباب مع الخبرة بتقدر انك انت يعني تفلطر فكره وتقدر انك انت توجهه وتقوله اه دي ممكن تحصل ودي تحصل على مراحل ودي تحصل دلوقتي فمن هنا فكر الشباب لازم اسمعه كويس جدا ولازم اهتم بقراءه كويس جدا لان هو بيبقى عنده افكار فعلا ممكن يعني ايه تخلينا ان احنا نغير تفكيرنا ونبدأ نفكر في حاجة جديدة لا فكر الشباب انا بحترمه جدا 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 موسيقى موسيقى موسيقى